بداية انتحية لك ولمشاهدين الكرام يعد موضوع المغيمين والانتهاكات واحدة من أعقد الملفات التي شهدها العام 21 ولا سيما أن هذا الملف هو ليس جديد وإنما هو رافق عمليات التحرير للمناطق المحررة والذي كان ذو أبعاد إنسانية وأبعاد سياسية وأبعاد قانونية طبعا هذا الموضوع يعد موضوع خطر وربما يعد هو جريمة ضد الإنسانية بناء على القانون الدولي لحقوق الإنسان وبالتالي أنه موضوعة الحديث عن هذا الملف هو ملف شائك جدا أمام صمت الحكومة العراقية أو الحكومات العراقية المتعاقبة لكون أن هذا الملف له حساسية كبيرة كونه يتداخل مع القضايا الإرهابية وحتى الباحثين في هذا الموضوع أو المتقصين لهذه الحقائق هم لا يستطيعون أن يبيحوا بالحقائق وبقى هذا الملف مجرد الوعود والفارغة نعم موضوعة المغيبين طبعا هو اختفاء قسري وهو جريمة ضد الإنسانية المطلوب من الحكومة العراقية أن تقف على مسافة واحدة وأن تطبق الإجراءات القانونية بحق هذا الملف وحتى وإن ثبت قانونا أن هؤلاء هم مدانين بقضايا إرهابية أو بقضايا جنائية هو من باب أولى أن يحالوا إلى المحاكم ويأخذوا جزاءهم العادل وأن يكون هناك معلومات لذويهم لكن موضوعة التغييب وبهذه الأعداد المذهلة التي حسب التقرير المقدم من قناتكم أعتقد هي الأرقام أعلى بكثير ولكن ما تم تدوينه بالفعل للمنظمات الحقوقية هو قد يصل لعشرات الآلاف ولكن لربما هو الأمر أكثر من هذا العدل هذا الملف كان جوبها بقرار من البرلمان العراقي بصرف تعويضات لأهالي المغيبين دون الكشف عن مصير أبنائهم هل تعتقد بأن هذا منصف للأهالي ومنصف أيضا للمغيبين هل نحن بحاجة إلى هذه المرحلة لاستكمال الخطال حل هذا الملف وإنهائه بشكل كامل قرار البرلمان بشأن قامت القضايا التعويضية أو الإجراءات التي قامت بها الحكومة العراقية هي إجراءات ترقيعية لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية أو الجريمة البشعة لكون أن ذوي الضحايا في البدء يريدون أن يعرفوا مصير أبنائهم هل هم أحياء هل هم لا زالوا على قيد الحياة طبعا هذا الموضوع يتداخل مع قضية قانونية أنه لا يجوز التعويض إلا بعد أن يتم إثبات وفاتهم فحسب الإجراءات القانونية وقانون الضحايا من جراء العمليات الإرهابية والعسكرية لا بد أن يكون هناك دعوة قانونية تقام من قبل أهالي الضحايا وبعد مرور أربع سنوات من الممكن أن يوفون حكما المشكلة في المشكلة المغيبين هم لحد هذه اللحظة لم يعلنوا هل هم متوفين حكما ولا هم متوفين واقعا ولا هم تم إثبات وجودهم وبالتالي أنه عملية إصدار البرلمان العراقي لتعويض هؤلاء ذوي الضحايا هو كان من باب أولى إصدار قانون بجزم قضية وجودهم من عدم ولكن ألقى المهمة إلى رئيس مجلس الوزراء وبالفعل السيد الكاظمي تم استقبال عدد من ذوي الضحايا ووعد بأن يكون هناك مجموعة من الإجراءات ووعد إلى وزارة الداخلية بالتقصي عن الحقائق ولكن يلاحظ أنه كلما تثار هذه المسألة نلاحظ أنه لا يتم الاهتمام بها أين دور المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية وعلى ما يبدو إذا هذا الملف المغيبين وأيضا ملف المعتقلين أين دور المنظمات الحقوقية سواء داخل العراق أو المنظمات الخارجية لحل هذا الملف لربما قد تكون ورقة ضغطة على الحكومة وعلى المجتمع الدولي أيضا لإنهاء هذا الملف فيما يتعلق بالمنظمات الدولية طبعا هي سواء منظمة الصليب الأحمر أو منظمة الهومن وووش وأيضا منظمة العفو الدولية بالإضافة للمعنظفات المنظمات المحلية مثل مركز حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان أكدت مرارا وتكرارا بوجود انتهاكات صارخة تجاه ملف حقوق الإنسان وتحديدا في قضية المغيبين لكن هذه المنظمات رغم دعوتها هي ليست صاحبة شأن وقرار القرار هو يكون من قبل الحكومة العراقية ومن قبل القضاء العراقي لكن الحكومة العراقية هي لا زالت متلكئة والأفعال والإجراءات التي تقوم بها الحكومة على ما يبدو أن هناك ضغوطات كبيرة على الحكومة العراقية بعدم إثارة هذا الملف أو التصريح بأي معلومات حول هذه الجريمة النكراء نعم المراقب لشأن الإنساني دكتور محمد دحام شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة